حقوق مدنية وإنسانية لفئة منه يا الفئة فئة البدون لا مهذا مسماهم مقيمين بصفة غير قانونية هذا المسمى الرئيسي شون اطلع قانون حق مقيم بصفة غير قانونية هذا واحد ما سويت جهاز انت مركزي عشان ايوه يعني ما أخذي على الجهاز نفسه الجهاز كان لعمر خمس سنوات كان المفروض يحل مشكلة البدون ما يسمى بالبدون لأنهم مقيمين بصفة غير قانونية ما يسمى بالبدون له ما هم مشروب فيه كل واحد لأصل يأي من مكان فبالتالي هذين المقيمين بصورة غير قانونية كان مفروض الجهاز خلال خمس سنوات ينهي المشكلة لماذا ما انهيت المشكلة وهذا الكلام اللي قلت حق الأخ صالح الفضال في اجتمع لجنة حقوق الإنسان يعني موجهتي لأنا لماذا ما قلت تبقى طبعا قلت أنا سؤالي وحتى كاربته هنا وهي من ضمن دفاتري اللي ملوت لي جان قلت السؤال ما قبل الجهاز انشاء الجهاز وما بعد الجهاز هل نحل لك المشكلة ولا زاد التعقيد زاد التعقيد الحين أهم يأيين يعني يعطيك مثال هذا إذا يريت تسوي زوم أخ المخرج هذا أساس إصدار البطاقة بعض النواب معترضين ليش فيها الاسم والرقم المدني والجنسية معلوم الجنسية مادة القانون ما يبين مادة القانون محطوطة نحن تبين على الكاميرا آه أوكي نزيل مادة القانون مادة القانون هم معترضين على الجملة الأخيرة التأمين أساس الإصدار جواز أريتيري أساس الإصدار إقرار وتعهد نماذج أساس الإصدار أبناء كويتية أساس الإصدار إقرار وتعهد أساس الإصدار لديه تحفظ أساس الإصدار لديه إبعاد أنواع موديلات أساس الإصدار تواجد حديث تواجد حديث يعني هذا مقيم بصفة غير قانونية أعطيه حسب كلامه أعطيه علاج ودواء للمعاقين يعني بهيئة العاقة وأعطيه تعليم وشاهدات ميلاد وجوازات سفر والعمل ومكافآت ورواتب وصرف مستحقات ومكافآت مالية وتوثيق الزواج والطلاق والإرث وتملك العقار للسكن الخاص أعطيه جنسية ويسري عليهم ما يسري على مواطنين مجلس التعاون